بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام على رسول عليه وسلم ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحدث عن رجل فيما كان قبلكم قال رسول عليه وسلم كان رجلا فيما كان قبلكم لم يفعل خير قط يعني عالش حسنات في حياته خالص فجمع أبنائه وقال لهم ماذا كنت لكم فقالوا كنت خير أبن لنا فقال فإني لم أفعل في حياتي خير قط فإن ميت فأحرقوني بالنار حتى إن صرت فحما فاتحنوني ثم أت في يوم فيه رياح عاتية وزروا هذه البقايا في الرياح حتى لا ينقضي أسري لأنه يخاف من عذاب الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في استكمال الحديث فقال الله سبحانه وتعالى قم فقام رجلا ثم سأله الله عز وجل يوم القيامة فقال ما حملك أن فعلت هذا فقال مخافتك يا رب فعفى الله عنه ورحمه شف رحمة ربنا عز وجل في حجم هم جدا الإنسان لابد أن يعظم الله في قلبك خوفا وقربا واحتراما وتجليلا دي أهم شيء الحقيقة ممكن الإنسان يخطأ ويستغفر الله حتى لو مئة مرة ويستغفر الله ويعود يقبله الله عز وجل ده ربنا عز وجل قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الكفار قال ربنا عز وجل قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين يعني الكفار اللي أزلوا النبي عليه وسلم وفعلوا المنكرات إذا رجعوا إلى الله صلى الله عليه وسلم يقبلهم الله صلى الله عليه وسلم وربنا عز وجل هو القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الزنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يبقى أهم حاجة إن الإنسان ينمي في قلبه الخوف من الله سبحانه وتعالى وأكتر حاجة بتنمي ذلك هي الصلاة لأنه ينكسر الله سبحانه وتعالى وممتابعة خمس صلاة يوميا ينم الخوف في القلب لأنه هذا الأساس فينجيه الله سبحانه وتعالى بخوفه من الله سبحانه وتعالى